السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب دي كلكم تكونوا بخير النهاردة بقى هنتحدى تكسل وهنقوم من تحت البطنية ونتشجع مع بعض وهننضف المطبخ مع بعض بازن الله اول حاجة هنبتدي بيها بازن الله هتكون الشفاط بصوا شكله عامل ازاي وكده انا ما بسيبهوش يمكن كل شهر بعمله وباغبش عليه فعشان كده يدوبك مية سخنة وصابون وسلكة الموعين بتاعتك وهنضف وهيبقى زي الفل اما لو لقيت على لدهن كتير فلازم هتحطي الخلطة اللي عملناها مع بعض قبل كده كانت في العيد هنحطي ملح لامون مع الخل مع ملح لامون وكربونات وصابون البريل العادي اللي انت بتستعملي للموعين او ربسه اي حاجة انت بتحبيها وممكن لو الدهون بقى جمدة وباش هتطلع عندك الزيت المستعمل انا عملت بيه قبل كده برضو بينضف بس ما تبقى دهون جمدة يعني بس هو بش محتاج اه لقيمة ممكن الجاز اللي هو النفض في الدولة العربية ممكن برضو بيخلي زي الفل يعني عندك كزا وسيلة ممكن الدقيق هتهني دلشفاط بكله وهترجع تفروكي دقيق السمك كلنا بنرميه فممكن برضو هتعملي بيه في وسائل كتير او هتخلي لك الشفاط زي الفل بس الاحسن ان انت ما تغيبش عليه بصوا مية سخنة وهتخسلي بها الشفاط كده كويس وسلكة الموعين اهي مش حطى اكتر من كده هي سلكة الموعين والصابون السايل هخسله مع بعض بقى ونرجع مع بعض تاني هنا بقى رجعنا هو ده البرواز بتاع الشفاط بصوا برضو اه هو بيبقى في الترابة كده الجزء اللي هو بيبقى في السقف ده بيبقى مليان تراب اه فهتنزليه بعد كده برضو بالسلكة والصابون وهتبتدي كده تنظفيه بالمية السخنة والصابون السايل برضو بيبقى زي الفل اهو بصوا بصوا الدهون بسيطة ازاي طول ما انت اديك في المطبخ على طوله في الشفاط بش هتتعابي صدقيني انما الواحد اما بيغيب على الحاجة اه انت نفسك بتتعابي وبتزهقي وبتملي كده الشفاطة هو بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين هنجي بقى للشباك اللي هو الشباك ده تعتبر جنب البتجاز عندي على طول هبتدي الاول بفرشة كده ونزل التراب اللي في كله تبدالي كده تنفخي التراب اللي فيه عشان قبل ما نحط على اي حاجة بعد كده بقى يبقى معايا مية سخنة برضو وترش عليه كده مية سخنة على اساس الدهون اه تنزل معاك بالمية السخنة دي مية تكون بتغلي وبعد كده برضو سلكة وصابون لو لو عندك الدهون بسيطة لو بش بسيطة بجاز الجاز هيخلي لك الدهون تطلع بسرعة ان شاء الله وهتبقى سهلة بالنسبالك هتبتدي اخده من فوق لتحت وبعدين بشتفه بالمية السخنة برضو يعني هتعمليه بالصابون بالمية والصابون السخنين وتشتفيه وبرضو الشباك الالامونتان لازم السلكة تبقى نعمة عشان الالامونتان ما تخربش منك مجرد برضو صابون سائل ومية سخنة المية السخنة جماعة جميلة اوي في الدهون وممكن الصابون اللي احنا عملناه مع بعض برضو بينظف بيشيل الدهون بدرجة ما تتصورهاش اللي هو الصابون العادي اللي بنعمله من الزيت لو انت ما عندكيش الصابون دوت هتشتري من برة هو كان اهالينا زمان بيستعملوا الصابون دوت كان بيستعملوا في الغسيل وبيستعملوا في الموعين وبيستعملوا في كل حاجة وكان بيخلي الحاجة معهم زي الفل بعد ما غسلتوا بالمية والصابون هبتدي بقى انزل بمية سخنة واشتفوا برضو اه وانشفوا كده طبعا انت لو بش عايزة تغرقنا عشان الشباك ده فوق الحضة على طول لو انت ممكن ينزل معاك على البلط عشان ما تغرقاش الدنيا بقى والدنيا ساعة هتمسيك فوطة مبلولة وهتبتدي مبلولة مية سخنة وهتمشي عليها تشتف تبليها وتعسريها تبليها وتعسريها لغاية ما يتشتف معاك ويبقى زي الفل بصوا بقى هنا الاستراميج نيجي بقى للحطة لفوق البوتاجاز اهم حاجة الفرنة ما بشغلها بتطلع على الحطة كده دهون زي ما انتم شايفين بس برضو ما بغبش عليها انا بعمله على طول برضو بصوا مية وصابون بيبقى زي الفل معاك وخلى طبعا للتلميع الخل يا جماع بيخلي السراميك يلمع وبيخلي جميل اوي ده مجرد مية سخنة انا حطت عندي مية سخنة وصابون لقيت الدهون برضو جمدة هي نفس الحكاية ملح اللمون والكربوناتو بالخل اه صدقوني ملح اللمون بيبقى جمد او بيطلع الدهون والسقف طبعا انتم عرفت الطريقة ان انت هتحط فوطة اه مليانة مية سخنة وهتنزلي بيها على الحتة اللي فوق اللي ما بتطلهاش بدل ما تقفى على الكرسي وهتبتدي تحطيها في جردل في صابون وبعد كده تبلي الفوطة وبالمساحة وتطلعي فوق وتحت كده بدل ما تطلعي على كرسي وتتبهدلي لا الطريقة دي سهلة اوي بتلف فوطة على المساحة وتبتدي تمشي بيها على الحتة من اولة الاخرة كده بالمية سخنة بعد كده تجيبي سلكة سلكة موعين حتة كبيرة وتلف فيها على نفس المساحة باستك كده من اللي هو الاستك العادي بتاع الفلوس دوت من ناحية دي ومن ناحية دي وتعوسي صابون وتمشي بالمساحة بسلك الموعين كده هتلاقي نضيفه بقى زي الفل ان شاء الله مرة هنبقى نعمله مع بعض بس انا عندي المطبخ الحمد لله ما بغيبش على نضيف بعد ما بغسله بقى بالطريقة دي طبعا نبصوا الناحية دي من الناحية اللي في الاخر بصوا الناحية دي بقت نضيفه ازاي انا لسه ما عملتش الحتة اللي على جنب عشان ما حدش يقول لي لسه انا بمشي حتة حتة والشباك بقى زي الفل لهو بعد ما بتخلصي طبعا لسه دي بقى اللي جنب البتجاز بصوا بصوا الدهون عاملة ازاي عليها بس بازني اللي ادام ما بتغيبش عليها بتبقى سهل قوي ان انت تخسلها بالمية الدافية والصابون وتبتدي تنزلي عليها كده وبعد ما تخلصي الصابون والمية الدافية وما تدعكيها بالسلكة كده مش هتتعبك ترجعي تمشي بفوتة بخل هتلاقي المطبخ معاك زي الفل وهتلاقيه بيلمع الفواصل اهم حاجة الفواصل الفواصل لو ما ندفتش معاك بملح اللمون وهتلاقيها ندفت وبقت زي الفل معاك اشتركوا في القناة اهم حاجة ان انت ان انت ايدك اول باول في المطبخ ده اهم حاجة ده المكان اللي انت بتقفي فيه وبتشتغل فيه يمكن بتقضي فيه اكتر وقت فالاحسن عشان ما تتعبش دمالي ايدك شغلة فيه اول وباول كده تنظفي طول ما هو نضيف هيبقى بسلكة وصابون عادي وخلاص على كده هتلاقي زي الفل بعد ما ينضف بالطريقة ده بتمسك فوطة مبلولة مياسوخنة وتنشفي بقى الصابون من عليه عشان ما السراميك ما يسفرش واهم حاجة تكون معاك سلكة نعمة عشان السراميك برضو بيتخربش منك حتى ما صرت الغاز زي ما انتم شايفين بتبتدي برضو بتعمليها طبعا انا هعمل كل جزء بقى بمشي حتة مع نفسي كده بصوا حوالين البتجاز اهم حاجة تعملي كل اللي حوالين البتجاز قبل ما تعملي البتجاز لان البتجاز لسه هننضفه ان شاء الله فاهم حاجة تغطي حواليه كده في تمشي كل جزء كده في السراميك وتنظفي الحتة اللي تتعبك زي ما قلنا الجاز بيخلي السراميك بيلمع برضو بيشيل الدهون بسرعة آآ بيبقى سهل بالنسبالك بصوا بقى الشفاطم الحمد لله بقى زي الفل طبعا الفتج بش هيستحمل ان احنا نعمل المطبخ كله مع بعضو فانا على قد ما بقدر آآ على قد مساحتي الفتج عشان ما طولش عليكم بصوا السراميك هات عملته من فوق من تحت